اهلا بكم في كايرو دار ومكملين في المراجعات ان شاء الله مع تاني درس في المراجعة احنا اخذنا في التاريخ المرة اللي فاتت راجعنا على درس مصر بين الممالك والعثمانين النهاردة ان شاء الله مراجع على الدرس التاني عن الحملة الفرنسية على مصر ايه اهم الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الدرس ده تعال نشوفها النهاردة مع كايرو دار اول سؤال معي عن اسئلة اكمل في الحملة الفرنسية على مصر نقول ان الحملة الفرنسية كانت جزء من التنافس الاستعماري بين دولتين طبعا اقوى دولتين في الوقت ده كانت دولتين انجلترا وفرنسا فالحملة الفرنسية على مصر كانت صورة من التنافس الاستعماري بين دولتين نقطة ونقط او ليه انجلترا وفرنسا او بريطانيا وفرنسا لما ننساش ان بريطانيا هي هي انجلترا بدأ التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا يعني انجلترا وفرنسا بدأت تتنافس مع بعضها على استعمار اجزاء من العالم كلام ده في القرن نقط القرن مكام برو عليك في القرن السابع عشر اللي طلب نقط من حكومة الثورة الفرنسية ارسال حملة عسكرية الى مصر طبعا الثورة الفرنسية دي الثورة اللي قامت في فرنسا لمام 1789 الثورة مش الحملة فكان اول ما قامت الثورة الفرنسية بدأ القنصل الفرنسي في مصر قنصل يعني سفير فرنسا في مصر بيطالب ان فرنسا تبعت حملة عسكرية على مصر عشان تسيطر على مصر وعشان تحمي التجار الفرنسيين في مصر الكلام ده حصل لما بعت القنصل الفرنسي او السفير الفرنسي الرسالة إلى الحكومة الفرنسية بيطلب منها إرسال حملة عسكرية إلى مصر يبقى طلبة نقطة إرسال حملة عسكرية إلى مصر من القنصل الفرنسي مرافو عليك يعني السفير الفرنسي واللي جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر لتعود فرنسا عن فقدان مستعمراتها في نقطة نقطة طبعا من أهم أسباب الحملة الفرنسية على مصر إن فرنسا فقدت مستعمرات كتيرة لها في الهند وكندا فقالت فرنسا إن أنا آجي مصر وأعمل مستعمرات فرنسية في الشرق أعود بيها المستعمرات اللي أنا فقدتها فين وفين؟ تمام؟ في الهند وكندا إبقى جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر لتعود فرنسا عن فقد مستعمراتها في نقطة ونقط أقول إيه فين وفين؟ تمام؟ في الهند وكندا حملة الفرنسية طبعا من اسبابها احنا عرفنا قبل كده ناجت الى مصر عشان تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في نور طبعا مستعمراتها في الهند لان احنا كنا عارفين ان انجلترا لها مستعمرات كبيرة جدا في الهند وكان اقتصاد انجلترا قائم على ايه ان هو ياخد المواد الخام من الهند بسعر رخيص صنحها في بريطانيا ويرجع يبيحها كمواد مصنعة في الهند ففرنسا قايت لو احتلت مصر هقطع الطريق على انجلترا اللي هو رايح في الهند وبكده بعد رابط انجلترا ضرب اقتصادية قوية جدا يبقى جاءت الحملة الفرنسية الى مصر لقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند حملة الفرنسية ابحرت من ميناء نقر واستولت في طريقة على جزيرة نقر طبعا الحملة الفرنسية خرجت من ميناء فرنسي على البحر المتوسط اسمه ميناء طولون واستولت في طريقها الى مصر على جزيرة اللي هي جزيرة ايه جزيرة مالطا تمام يبقى جاءت الحملة الفرنسية او ابحرت او خرجت الحملة الفرنسية من ميناء طولون واستولت في طريقها على جزيرة مالطا اصدر نابليون اوامره بان تتجه الحملة الى مصر في نقط اه طبعا اصدر نابليون اوامره في جزيرة ايه كريت لان احنا عارفين ان نابليون او الحملة الفرنسية خرجت سرا محدش عارف هي رايحة فين حتى جنود الحملة نفسهم حتى جنود الحملة نفسهم ما كانوش عارفينوا رايحين فين عرفوا رايحين الى مصر لما وصلوا جزيرة ايه برافو عليك لما وصلوا الى جزيرة كريت تمام حملة الفرنسية وصلت الى الاسكندرية في نقط عايزين التاريخ هنا طبعا اول مدينة مصرية وصلتها الحملة الفرنسية لعمصر كانت مدينة الاسكندرية الكلام ده في اول يوليو لهو شهر سبعة الف سبعمية تمانية وتسعين اول يوليو الف سبعمية تمانية وتسعين قاوم الحملة الفرنسية في اسكندرية كان بزعامة مين مقاومة اسكندرية كانت بزعامة الزعيم محمد كورايم طبعا محمد كورايم الحملة الفرنسية علشان تنتقل منه اعدمته في شهر سبتمبر لوشهر تسعة 1798 بعد موقعة امبابا فر مراد بيك الى نقط وابراهيم بيك الى نقط طبعا بعد موقعة امبابا لان دي الهزيمة رقم اثنين من الفرنسيين للمماليك المماليكة هزم ممرتين معركة شبرخيت وبعد كده موقعة امبابا فتأكد للمماليك ان هم ايه مهزمين مهزمين لا محالة فجيز عيمة المماليك اللي هو مراد بيك وابراهيم بيك قالك ولا اجري يا ابني ده لو الفرنسيين مسكونا هيروونه فهرب الاتنين هرب مراد بيك الى الصعيد وابراهيم بيك الى الشام ممكن انسى في الامتحان يا تارا هو انا عارف واحد الصعيد واحد الشام طب ده راح فين وده راح فين متل أخبط فمراد اخر هدال الى الصعيد اخر هدال ماشي عشان تفتكرة وابراهيم اخر عميم الى الشام اخر عميم يبقى بعد موقعة امبابا فره هرب مراد بيك الى الصعيد وابراهيم بيك الى ربو عليك الى الشام هزم المماليك في موقعتي شبراخيت وامبابا بسبب اعتمادهم على نقطة طبعا كل ما الفرنسيين يقابلوا المماليك المماليك يتهزموا ليه لان الفرنسيين كانوا بيعتمدوا على الاسلحة الحديثة والمماليك كانوا بيعتمدوا على الفروسية الفروسية يعني اسلحة بدائية مفيش مقارنة فيش تكافؤ بينها وبين اسلحة الفرنسيين بدأ نابليون يفكر في استغلال موارد مصر بعد نقطة طبعا نابليون بدأ يفكر ان هو يستغل موارد مصر الكلام ده حصل بعد موقعة ابو قير البحرية ليه لان موقعة ابو قير البحرية فيها تحطم فيها الأسطول الفرنسي وبقت الامدادات يعني الحاجات اللي بتيجي للحملة الفرنسية في مصر اتقطعت خلاص السفن قسرت اتحطمت فنابليون قال مش هتجيدي حاجة من فرنسا لازم كل اعتمادي يبقى على موارد مصر فبدأ نابليون يفكر في استغلال موارد مصر بعد موقعة ايه تمام بعد موقعة ابو قير البحرية بعد موقعة ابو قير البحرية توقفت نقط وتشجع نقط وتحالف مع نقط لاخراج الفرنسي من مصر طبعا بعد موقعة ابو قير البحرية توقفت التجارة الخارجية لان الاسطول الانجليزي او البريطاني كان محاصر السواحل الشمالية المصر يعني ولا حد يدخل ولا حد يخرج وبالتالي التجارة الخارجية المصر تصدير والاستراب وقف كمان تشجع مين تشجع الباب العالي الباب العالي يعني ايه يعني السلطان العثماني لانما شفنا مقاومة الفرنسيين في مصر ما جاتش يصيرها خالص للسلطان العثماني او للدولة العثمانية ليه لان السلطان العثماني كان خايف جدا 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 من الفرنسيين فلما شاف ان الاسطول الفرنسي تحطم فبقير تشجع اتجرع بقى فبدأ يشتغل علشان يخرج الفرنسيين من مصر طيب يتحالف مع مين عشان يخرج الفرنسيين من مصر؟ مع أكتر دولة عدوة لفرنسا مين أكتر دولة عدوة لفرنسا؟ أكيد إنجلترا أو بريطانيا يبقى توقفت حركة التجارة الخارجية بعد موقعة أبكير البحرية وتشجع السلطان العثماني أو الباب العالي وتحالف مع مين؟ تحالف مع الإنجليز أو مع بريطانيا لإخراج الفرنسيين من مصر تتبع أهل الصعيد نقاط ونقاط مع الفرنسيين أهل الصعيد اتبعوا مع الفرنسيين حرب المناوشات والمعارك المتفرقة يعني حرب المناوشات؟ يعني إضرب ويجري إضرب ويجري لأن أهل الصعيد هم أضرق بالجغرافية بتاعة الوادي طبعا طول الوادي طويل عارفين كل الخبايا المنطقة دي فكانوا يهجموا هجمة مفاجئة على الفرنسيين ويجروا واللي جدع إيه؟ يحصلني أو يعرف مكاني فيه يبقى تتبع أهل الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة مع الفرنسيين وده اللي خلى الفرنسيين يفشلوا في السيطرة على منطقة الصعيد ثورة القاهرة الأولى قامت في نقط وكان مركزها نقط طبعا ثورة القاهرة الأولى قامت في أكتوبر 1798 في أكتوبر 1798 وكان مركزها الأزهر يعني إيه مركزها؟ يعني الشرارة الرئيسية لتحرك الثورة كانت من الأزهر جمع الأزهر وحي الأزهر المنتهي اللي حواليه زي مول مثلا إيه مركز ثورة 25 يناير كانت إيه؟ كان ميدان التحرير هو الشرارة الأولى هو مركز الثورة برضو في ثورة القاهرة الأولى كان مركزها الأزهر سواء كان حي الأزهر أو الجامع الأزهر خرجت الحملة الفرنسية للشام بعد تحالف نقط ونقط ونقط أنا عندي ثلاث دول اتحالفوا ضد الفرنسيين وعلشان كده الحملة الفرنسية خرجت إلى الشام تحالف مين ومين ومين؟ الدولة العثمانية اللي هي تركية ومعاها بريطانيا أو إنجلترا وروسيا يبقى تحالف تركية وإنجلترا وروسيا أعدت الحملة الفرنسية أعدت الدولة العثمانية حملة بحرية في نقط لغزو مصري من الشمال طبعا العثمانيين عشان يخرجوا الفرنسيين من مصر جاهزوا جيشين جيش بري وجيش بحري جيش بري جاي منين؟ من بلاد الشام أو من الشارع وجيش بحري اللي هو موضع سؤالنا اللي هو يقول لي إيه؟ جيش بحري جاي منين؟ جيش البحري جاي من جزيرة اسمها جزيرة روديس وجزيرة روديس دي جزيرة في البحر المتوسط هي تمركز الهجوم للعثمانيين على مصر من جهة الشمال عشان يخرجوا الفرنسيين ارتكب نقط مسبحة يافة البشرية وقتل نقط مقاتل طبعا اللي ارتكب مسبحة يافة البشرية كان نابليون ونابليون عمل المسبحة دي طبعا أنا مش مطالبة بعرف ليه بس هو عملها علشان يضمن ان الناس بتوع يافة دول ما ينضموش للحامية بتاعة عكة لاحسن ينضموه مع جيش عكة وهي بقى مدينة قوية أكبر وهي أصلا قوية في الأصل فتزداد قوة إلى قوتها فتقلص منه كان عددهم كم حامية يافة دول كانوا أربع تلاف مقاتل ودي كانت نقطة سودة في تاريخ نابليون يبقى اللي ارتكب مسبحة يافة البشرية كان نابليون نابليون أعدم حامية يافة اللي كانت مكونة من كم مقاتل من أربع تلاف مقاتل قاد المقاومة ضد الفرنسيين في عكة طبعا اللي قاد المقاومة ضد الفرنسيين في عكة كان والي عكة اللي هو مين؟ أحمد باشا الجزار وبسبب المقاومة الباسلة دي ما قادرش الفرنسيين يدخلوا عكة حاصلوها وقت ثم عادوا وفشلوا في دخول عكة حدثت موقعة أبو قري البرية بين نقط ونقط في نقط طبعا موقعة أبو قري البرية دي الموقعة نحن قلنا أن نابليون جهز جيشين؟ جيش بري وجيش بحري جيش بري جاي من بلاد الشام وبحري من جزيرة رودز هو اتجه للجيش البرية هزموا أصلا في حتة سماية تل تابور بس مش مقرر عليه الحتة دي ولما فشل فعكة رجع كان الجيش البحر التركي بقى لسه إيه؟ واصل فلما وصل الجيش البحر قبل نابليون في موقعة أبي قير البرية وهزمهم والكلام ده كان في شهر سبعة أو شهر يوليو ألف سبعمائة تسعة وتسعين بموقعة أبي قري البرية كانت بين العثمانيين أو الدولة العثمانية وبين الفرنسيين بقيادة نابليون كلام ده في يوليو وهو شهر سبعة ألف سبعمائة تسعة وتسعين غادر نابليون نصر بعد معركة نقط طبعا نابليون ميشي من مصر بعد موقعة أبو قير البرية ونابليون ميشي من مصر بعد موقعة أبو قير البرية إيه؟ بسبب سوء الأحوال في فرنسا بعد تكتل الدول الأوروبية عن اتحاد الدول الأوروبية ضد مين؟ ضد فرنسا تمام؟ تولى نقط قيادة الحملة بعد نابليون في نقط طبعا بعد ما نابليون سافر إلى فرنسا تولى قيادة الحملة الجنرال كليبر كليبر تولى قيادة الحملة في أغسطس اللي هو شهري تمانية الف سبعمية تمال ايه تسعة وقسين بعد ايه موقعة ابو الكيري البريه كده يعتبر بشهر او بعد رحيل نابليون على طول يبقى تولى نقط قيادة الحملة بعد صفى نابليون كان كليبر الكلام ده امتى في تمنتاشر اغسطس الف سبعمية تسعة وتسعين دولة الاصبانية علشان تحاول برضو اخراج الفرنسين من مصر ارسالة حملتين واحدة من العريش واحدة من دوميوت تجددت ثورات المصريين في عهد كليبر في منطقة الشرقية في منطقة وسط وغرب الدلتا كلام ده مش مهم اهم الجيش في المتحان قوي بس لاستثقار المعلومات كان اللي هم النقطتين اللي فاتوا نقطة اللي بعدها عقدت اتفاقية العريش بين نقط ونقط طبعا اتفاقية العريش دي او معهدة العريش كانت في شهر يناير الف وتمنامين بين مين؟ بين الفرنسيين وبين الدولة العثمانية لان كليبر قائد الحملة الفرنسية شاف استحالة بقاء الحملة في مصر ما ينفعش الحملة تقعد في مصر لضعف الحملة لأسباب كتير هنقولها بعد كده فصارع لما سدق ان الدولة العثمانية طلبت منه انها تتفاوض معها فتفاوض معها في اتفاقية او معهدة العريش اللي هي كانت في شهر يناير الف وتمنامين يبقى عقدة اتفاقية العريش بين الدولة العثمانية وبين الفرنسيين او بين تركيا وفرنسا رفضت نقطة اتفاقية العريش وطلبت نقطة من الجيش الفرنسي طبعا اللي رفضت اتفاقية العريش كانت انجلترا وبريطانيا وقالت الفرنسيين عايزين يمشوا من مصر يمشوا كأسرى حرب زي أسير الحرب بالزبط يعني ما ياخدش ايه اسلحة معاه هو كليبر بقى قادر حملة الفرنسية وافق على الكلام ده لا هو ما وافقش رفض الكلام ده لكن موضع سؤالنا من اللي رفضت اتفاقية العريش طبعا انجلترا وطلبت ايه طلبت استسلام الجيش الفرنسي انه يمشي كأسير حرب من غير ما ياخد معاه اي سلاح قائد ثورة القاهرة التانية نعت وكان مركزها نعت طبعا ثورة القاهرة التانية كان في شهر مارس 1799 وال1800 اه او عطلق كانت في 1800 لان بعد معهد العريش ثاني ثورة القاهرة التانية كان في شهر ايه شهر مارس 1800 ثورة القاهرة التانية كان مركزها ايه كان مركزها بلاء غير الاولى كانت اللازر وكان زعيم المصريين او قادة المصريين في ثورة القاهرة التانية كان مين كان الزعيم عمر مكرم كان اول زور بقى في احداث دي وبعد كده بقى شخصية محورية ومهمة جدا في الاحداث اللي بعد كده يبقى قائد ثورة القاهرة التانية عمر مكرم كان مركز ثورة القاهرة التانية ايه برافو بولاء قتل او قتل نوع كليبر في نوع مين اللي قتل كليبر طبعا كان برضو من نتائج ثورة القائرة التانية قتل كليبر كليبر اتقتل على يد طالب سوري كان بيدرس في الأزهر الشريف اسمه سليمان الحلبي قتل سليمان الحلبي كليبر في 14 يونيو 1800 يبقى قاتل كليبر كان سليمان الحلبي الكلام ده في 14 يونيو 1800 قاد نقطة الحملة الفرنسية بعد كليبر طبعا بعد مقتل كليبر تولى قيادة الحملة أقدم ظابط في الحملة الفرنسية كان الجنرال مينو ومينو كان مختلف بقى عن كليبر كان نفسه ويتمنى أن الحملة الفرنسية تستمر في مصر بالرغم من ضعف الحملة الفرنسية يبقى تولى قيادة الحملة بعد مقتل كليبر مينو رفع ليك مينو قرر مينو تحويل مصر إلى نقطة طبعا مينو كان بيحلم أنه يحول مصر إلى مستعمرة فرنسية كبرى عشان كده بدأ يهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والأنشطة الأخرى تمام؟ يبقى مينو كان يريد تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية كبرى تمام؟ تمام السؤال اللي بعده يقول لي غادرت الحملة الفرنسية مصر عام أو التاريخ إمتى؟ طبعا الحملة الفرنسية خرجت من مصر في سبتمبر 1801 وحد يسألني هي الحملة الفرنسية قعدت في مصر كم سنة عدي معي؟ هي جات 1798 قعدت بقى 1799 1800 1801 يبقى كم سنة؟ يبقى ثلاث سنوات يبقى استمر بقاء الحملة في مصر ثلاث سنين عثرة نقط على حجر رشيد وقام نقط بحل نموزه وانا عمدي شخصيتين في موضوع حجر رشيد شخصية الزبط الفرنسي اللي لقى الحجر اسمه وين راجل ده؟ اسمه بوشار والشخصية التانية العالم الفرنسي اللي فكر موس حجر رشيد تمام؟ اللي هو شامبليون يبقى اللي لقى الحجر عثر على الحجر بوشار واللي فكر موس حجر رشيد كان شامبليون اقترح نقط انشاء مصانع للنسيج طبعا اللي كان بيهتم انه يحول مصر الى مستعمارة فرنسية ويعمل اقتصاد قوي كان مين؟ مينو يبقى اقترح مينو انشاء مصانع للنسيج قام مينو بفتح اسواق لمصر في نقط ونقط ونقط طبعا مينو زود التجارة الخارجية لمصر لما فتح اسواق جديدة اسواق جديدة ما كناش بنتجر معها قبل كده زي البحر الاحمر زي دارفور دي في غرب السودان زي الحبشة اللي هي اثيوبيا دلوقتي زي شمال افريقيا تمام اللي هي المغرب وطولس وليبيا ويه المنطقة دي يبقى فتح مينو اسواقا جديدا للتجارة في البحر الاحمر ودارفور والحبشة وشمال افريقيا تمام تمام ده بالنسبة لاهم اسئلة اخمن هندخل في سؤال جديد اللي هو سؤال بما تفسر يعني اسكر السببب بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية الى مصر طبعا الحملة الفرنسية جات مصر لاربع اسباب لها قطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند واحنا قلنا قبل كده ده السبب التاني اللي هو تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها في الهند وكندا واتكلمنا عليه برضو في اكمل السبب التالت والرابع دول اسباب دايما نقولها في احتلال مصري يعني دايما مصر مطمع للاستعمار مطمع للاحتلال لحاجتين لان مصر موقعها الجورافي ممتاز بقع في وسط العالم بين الشرق والغرب والقصة دي وان مصر غنية بالموارد فيها ثروات وخيرات كتيرة بتبقى مطمع للغزان يبقى موقع مصر الممتاز بين الشرق والغرب بسبب استغلال موارد مصر واسبابين اولانيين قطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند واخيرا تعويض فرنسا عن المستعمرات التي فقدتها في الهند وكندا اللي بما تفسر استحاب نابليون ليه العلماء في حملاته على مصر نابليون وهو جاي مصر جمع علماء ليه عشان يحقق هدفين لدراسة احوال مصر العلماء دول يدرسوا كل حاجة عن مصر وطالما درسوا كل حاجة عن مصر هيقدروا بعد كده لما يعرفوا كل حاجة عن مصر يبتدوا يعرفوا يستغلوا الموارد دي ازاي يبقى لدراسة احوال مصر واستغلال مواردها تمام ولبي ما تفسر ضعف المماليك عند وصول الحملة الفرنسية يعني لما الحملة الفرنسية جات مصر المماليك كانوا ضعف جدا والدليل انهم متعزموا في كذا معركة ايه سبب الضعف دوت بسبب استنزاف المماليك قوتهم في الصراعات الداخلية دايما المماليك كانوا بيتنزعوا ويتصرعوا مع بعضهم عشان يوصلوا للسلطة او للحكم الصراعات اللي بينهم دي اضعفتهم وانهكت قوتهم وبقوا ايه زي ما تقول مدار وخين كده فلما الفرنسيين جم هزموهم بسهولة بما تفسر هزيمة المماليك ام الفرنسيين في اكثر من معركة يعني هم تهزموا طبعا في كذا معركة ام هم شبرخيت وانباب وانها قبل كده في اكمل اقول اعتماد المماليك على الفروسية يعني اسلحة عبانة واعتماد الفرنسيين على الاسلحة الحديثة بما تفسر قيام ثورة القاهرة الاول المصريين لاول مرة يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويعملوا ثورة الكلام ده في اكتوبر 1798 ليه بسبب فرض نابليون الضرائب فرض الضرائب كتير على المصريين خلقت الناس فعموا بالثورة تمام بسبب تفتيش البيوت والحوانيت الحوانيت اللي هي الدكاكين كان نابليون اصلا بيفتش البيوت والدكاكين يدور على فلوس يدور على سلاح كلام ده خنق الناس فعملوا ايه ثورة كمان هدم ابواب الحارات والضروب يعني الطرق والحارات علشان ديئة كان يهدمها بحيث يوسع الدنيا عشان يدور على عناصر اللي بتقاوم واخيرا هدم كثير من البيوت والمساجد كان برضو نفس السبب هدم بيوت كتيرة ومساجد كتيرة فالناس تخنقوا منه وعملوا ايه؟ عملوا ثورة ليه ثورة القائرة الاولى طيب دي اسباب ثورة القائرة الاولى طيب سؤال البعض بما تفسر قيام ثورة القائرة التانية طيب ثورة القائرة التانية ليه؟ الثورة طبعا انهم اصلا المصريين اصلا مخنوقين من الفرنسيين وخاصة من كليبر وكانوا ها عندهم امل ان الفرنسيين يمشوا من مصر الا ان فشل معاهدة العريش ما خلهمش يمشوا فاستغلوا ان كليبر خرج علشان يقاتل العثمانيين بعد فشل معاهدة العريش خرج كليبر من هنا هما قاموا بالثور يبقى بسبب استغلال المصريين لفرصة خروج كليبر لمطاردة العثمانيين كمان بسبب ان المصريين داؤوا قوي او ضيق المصريين بالوجود الفرنسي في مصر بعد ما كان عندهم امل ان الفرنسيين هيمشوا بعد ثورة القائرة التانية او بعد معاهدة العريش بما تفسر عودة نابليون سرا الى فرنسا انها في اخمل بسبب سوء الاحوال في فرنسا بعد قيام تكتل من الدول الاوروبية ضد فرنسا بما تفسر الحملة الفرنسية عشان هو نابليون عمل حملته على الشام ليه بسبب التحالف اللي حصل بين ثلاث دول تركيا انجلترا وروسيا ده سبب السبب التاني علشان يقضي على الجيش العثماني البري قبل وصوله مصر كمان سبب انه هو يحاصر المدن والسواحل البلاد الشان علشان يمنع تزويد الاسطول البريطاني بالمؤن والزخيرة يعني نختصرها في حاجتين مهمين اللي هو قضاع الجيش العثماني قبل ان يصل الى مصر ومنع المؤن عن الاسطول البريطاني السؤال البعض بما تفسر برضو لسه فاسلت بما تفسر فشل الحملة الفرنسية على الشام او يقول لي فشل نابليون في دخول عكة اقول بسبب مقاومة اهل عكة بقيادة احمد باشا الجزار ده سبب والسبب الثاني مساعدة الاسطول البريطاني لأهل عكة بالمؤن تموين اكل وشرب والزخيرة يعني اسلحة بما تفسر انشاء نابليون الديوان الوطني نابليون عمل دوان او اكثر من دوان مجالس هو عمل الدووين دي ليه علشان يضرب المصريين على نظام الشورى بمعنى ان القرار ببقاش قرارات فردية تبقى قرارات جماعية بعد ما يستشار هذه الدووين بما تفسر كان كليبر يرى استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر اه كليبر شاف ان الحملة ما ينفعش توعد في مصر ليه كذا سبب اولا تناقص عدد الجنود الفرنسيين دخلوا معارك كتيرة كل معركة يدخلوها عدد منهم يموت فعدد جنود الحملة اقل فبقى الوضع ايه في ضعف جامد جدا ده سبب تناقص عدد الجنود اتنين عودة المماليك للمقاومة من المماليك رجعوا يقاوموا الفرنسيين مرة اخرى ثلاثة ثورات المصريين كل شوية المصريين يعملوا ثورة ضد الفرنسيين فده اتعبهم ده اضعفهم واخيرا ان الدولة العثمانية بعتت حملات علشان تخرج الفرنسيين من مصر ده اسباب خلت كليبر شايف استحالة بقاء الحملة في مصر فعشان كده لما صدق وقع اتفاقية العريش مع مين؟ مع الدولة العثمانية بما تفسر فشل معادة العريش طبعا احنا قلناها برضو فشلت اتفاقية العريش لتدخل بريطانيا وطلبت من الدولة او من الفرنسيين ان هم يخرجوا كاسر حرب او يستسلم بما تفسر فشلت قوات الفرنسية في اخضاع اهل الصعيد قلناها اتباع اهل الصعيد حرب المناوشات لها اضرب وجري وطول الوادي ان الوادي طويل فصعب جدا السيطرة عليه بما تفسر فشل علماء الحملة الفرنسية في توصيل البحرين طبعا علماء الحملة الفرنسية هم اول ناس فكروا يوصلوا البحر المتوسط بالبحر الاحمر بس الفكرة فشلت فشلت ليه؟ لان هم قاعدوا يحسبوا حسابات غلط ولقوا في حساباتهم الغلط دي ان منسوب البحر الاحمر اعلى من منسوب البحر المتوسط بحوالي 9 متر فقالوا لو حفرنا المصر اتغرب فمش ينفع المشروع يبقى بسبب اقول كلمتين الحسابات الخاطئة حساباتهم كانت غلط بما تفسر توقف التجارة الخارجية اثناء الحملة الفرنسية طبعا التجارة الخارجية قلناها بسبب حصار الاسطول الانجليزي لسواحل مصر الشمالية ولا حد يدخل ولا حد يخرج فالتجارة الخارجية لمصر فشلت اسئلة ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على موقعات ابو قير البحرين؟ وده سؤال مهم طبعا نتائج موقعات ابو قير البحرين نتائج كترة جدا واحد تحطم الاسطول الفرنسي اسطول الفرنسي تحطم في المعركة اثنين بدأ نابليون يفكر في استغلال موارد مصر هو شاف مش هتجيله حاجة تاني من فرنسا فبدأ يفكر ان هو يستغل موارد مصر ثلاثة شعور الفرنسيين بقى انهم محاصرون داخل مصر الفرنسيين شافوا ان هم متحاصرين وده شعور نقول اضعف الروح المعنوية للفرنسيين في مصر اربعة بدأ ايه السلطان العثماني يتشجع علشان يخرج الفرنسيين من مصر ويتشجع السلطان العثماني لاخراج الفرنسيين من مصر خمسة توقف التجارة الخارجية انها لحصار الاسطول الانجليزي سواحل مصر الشمالية ستة ضع امان نابليون في السيطرة على البحر المتواصل ما النتاج المترتبة على ثورة القاهرة الاولى اللي هي في اكتوبر 1798 احنا اتكلمنا على اسباب طب ايه النتاج بعد الثورة ما امتهت عشان نابليون يخمد الثورة يقضع الثورة اعدم كثير من المصريين دي نتيجة نتيجة التانية فرض غرامات عقوبات مالية على التجار اللي شاركوا في الثورة تمام بدأ نابليون يفكر في تحصين القاهرة بقى زود التحصين حط جنود اكتر يحط على ساكر اكتر يهدم بيوت وحاجات من دي حيث يوسع الشوارع بحيث يضمن السيطرة على مدينة القاهرة يبقى تحصين القاهرة فرض الغرامات واعدم كثير من المصريين دي نتاج ثورة القاهرة الاولى بالنتاج المترتبة على ثورة القاهرة التانية ثورة القاهرة التانية يعني كانت اسهل في اخماتها من ثورة القاهرة الاولى ادر القاتل الفرنسية يعدوا يضربوا في حي بولاء مركز ثورة لحد ما حي بولاء ده تدمر يبقى تدمير حي بولاء اثنين عمل كليبر زي ما عمل نابليون بالزبط فرض غرامات كتير على التجار يبقى فرض الغرامات ثلاثة قتل كليبر لان الطالب السوري اللي هو سليمان الحلب يتحمس جدا بعد الثورة وقتل كليبر في 14 يونيو 1800 زي ما قلنا بقى ما النتاج المترتبة على ثورة القاهرة التانية تدمير حي بولاء اثنين فرض الغرامات ثلاثة قتل كليبر ما النتاج المترتبة على فتك رموس حجر رشيد طبعا بعد ما شامبليون ادري فك حجر رشيد من ساعتها ادلنا نقرأ التاريخ الفرعوني ادلنا نقرأ اللغة الهيروغليفية يعني قبل فتك رموس حجر رشيد مناش نعرف اي معلومة عن تاريخ مصر الفرعوني بدانا نعرفها امتا بعد فك رموس حجر رشيد يبدأ التعرف على التاريخ الفرعوني او تاريخ مصر القديم من النتاج المترتبة على مواجهة سيد عمر محمد كورايم لقوات الفرنسيين يعني لما محمد كورايم قاوم الفرنسيين انه اللي حصل طبعا ده ادى الى اعدام محمد كورايم في سبتمبر 1798 وتسعين النتاج المترتبة على فشل معاهدة العريش لما فشلت معاهدة العريش اللي حصل طبعا كليبر جيه وقال تعالولي بقى تعالولي يمين ياللي متفهم معاكم انا متفهم معاكم وانتم انا مش متفهم مع انجلترا هو بيكلم مين برافو عليك هو بيكلم الدولة العثمانية فحاربهم كليبر وانتصر عليهم حتى اسمعين شمس بس انا مش مطالب بالاسم يبقى حارب نتاجة فشل معاهدة العريش حارب كليبر العثمانيون وانتصر عليهم ما النتاج المترتبة على مسبحة يافا البشرية يعني لما نابليون عمل مسبحة يافا المترتبة على مسبحة يافا البشرية لها مقاومة اهل عكا بقيادة احمد باشا الجزار وفشل نابليون في دخول عكا ما النتاج المترتبة على الحملة الفرنسية طبعا الحملة الفرنسية لها نتاج كبيرة جدا اولا لها نتاج قومي اللي هي نمو الروح القومي نمو الروح القومي اللي اول مرة المصريين يحطوا اديهم في اديهم بعض ويعملوا ثورة كمان من النتاج اللي هي قيام بالاعمال الكبرى اللي هي اتعملت في عهد مينو انه هو اول حاجة اللي هي حصلت في عهد مينو المشروع الاقتصاد العظيم في الزراع والصناع والتجارة كمان في نتاج علمية او عمال كبرى برضو اللي هي ايه اللي هي محاولة مشروع توصيل البحرين هو اي نعم ما عملهوش بس وصلوا للفكرة اتنين من النتاج العلمية برضو انهم اقلفوا كتاب اسمه وصف مصر كل العلماء الحملة اللي جمع نابليون درسوا كل حاجة عن مصر وجمعها في كتاب اسمه وصف مصر كمان من نتاج الحملة اللي هي فك رموز حجر رشيد على يد شامبليون دي نتاج علمية من نتاج الحملة الفرنسية كمان نتاج سياسية ان الحملة الفرنسية وجهت انظار الدول الاوروبية خلتهم من حاجة ما كانوش واخدين بالهم منه هما ما كانوش واخدين بالهم من ايه من قد ايه موقع مصر ده موقع مهم ايه اللي خلهم ياخدوا بالهم الحملة الفرنسية على مصر يبقى الحملة وجهت انظار الدول الاوروبية الى نقط الى اهمية موقع مصر وخاصة نقط وخاصة بريطانيا حملة الفرنسية كمان لها تأثير في نظم الحكم نقولنا ان نابليون انشأ دواوين لتدريب المصريين على الشورى لنتيجة من نتاج الحملة في نظم الحكم كمان قلنا في الاثر الاقتصادية والاجتماعية اثر الاقتصادي جهود مينه في الزراعة والصناعة والتجارة زراعة ادخل محاصيل جديدة في الصناعة تم بصناعة الغزل والنسيج وبعض صناعاته الاخرى زي حروف التباعة كمان في التجارة فتح اسواق جديدة زي ما قلنا قبل كده وكان بيحلم ان هو يحول مصر الى مستعمرة فرنسية كبرى ما النتاج المترتبة على اثور الفرنسيين على حجر رشيد طبعا النتيجة اللي ترتبت على كده ليه معرفة اللغة المصرية القديمة ومعرفة التاريخ المصري القديم عندي اهم التواريخ الدرس بتاع الحملة الفرنسية طبعا الحملة الفرنسية جات على مصر 1798 في 1798 ده في احدى سكيترا بقى اول يوليو اول شهر سبع 1798 لوصول الحملة الفرنسية الى الاسكندرية وفي يوليو 1798 برضه حصلت معركتي شبرى خيت وين بابا كل ده في شهر يوليو شهر البعدي بقى اللي هو شهر اه برافو عليك اللي هو شهر اغسطس اغسطس 1798 حصل ايه موقعة ابيقير البحرين اموقعة ابيقير البحرين في شهر سبتمبر اللي هو شهر تسعة 1798 حصل ايه اعدام محمد كورين اكتوبر اللي هو شهر عشر 1798 ثورة القاهرة الاولى دي 1798 السنة اللي بعديها 1799 في شهر مارس 1799 الحملة الفرنسية على الشام الحملة الفرنسية على الشام يوليو اللي هو شهر سبع 1799 موقعة ابيقير البحرين موقعة ابيقير البحرين السنة الجديدة بقى 1800 فيها مارس اولا يناير 1800 هي معاهدة العريش مارس 1800 ثورة القاهرة التانية 14 يونيو 1800 اللي هو مقتل كليبر في 1801 بقى اهم تاريخ في 1801 اللي هو سبتمبر 1801 اللي هو خروج الحملة الفرنسية من مصر خروج الحملة الفرنسية من مصر خروج الحملة الفرنسية من مصر دي مجموعة التواريخ كانت على الدرس الاول نرجحها لبع مع بعض برضو دي مصر بين المماليخ والعثمانين عندي تاريخ 1498 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح طبعا على يد البرتغاليين 1453 استلاق العثمانين على مدينة القسطنطينية لها كانت عاصمة الدولة البيزانتية والعثمانين خادوها عاصمة لهم 1509 معركة ديول بحرية لها المعركة اللي بين الأسطول البرتغالي وأسطول دولة المماليك وانتصر فيها الأسطول البرتغالي أغسطس 1516 1516 معركة مرج دابق اللي انتصر فيها العثمانيون على المماليك وفتحوا بلاد الشام في 1517 موقعة الريدانية لها بين العثمانيين والمماليك برضو واللي بعدها أصبحت مصر ولاية عثمانية 1700 المفروض 68 في 1768 أصبح علي بيك الكبير الحاكم الفعل المصر في 1768 أو ظهور حركة علي بيك الكبير الاستقلالي بحنا تكلمنا عن حملة الفرنسية على مصر أهم الأسئلة فيها خلي بالك ممكن الأسئلة تيجي بأشكال تانية متعددة احنا غطينا كل أنواع الأسئلة اللي ممكن تيجي يعني سؤال ما النتائج ممكن يجي بشكل تائج ممكن يقول لي دلل على صحة العبارة ممكن سؤال بما تفسر ممكن يجي على مثلا ماذا يحدث إذا ماذا يحدث إذا لو جاء السؤال بننفل الحدث يقول لي ماذا يحدث إذا مثلا انتصرت انتصر الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في أبوئير البحرية يبقى بالمعنى ده هتنفي النتائج هتقول النتائج دي كلها ما حصلتش لم تتوقف حركة التجارة الخارجية لم تقطع الصلة بين مصر وفرنسا لم يفكر نابليون في استقلال موارد مصر وهكذا يبقى احنا منقول السؤال باشكال معينة ممكن السؤال يجي بشكل تاني بس مش هيخرج عن إطار الأسئلة اللي احنا توناها أو قلناها مع بعضين ان شاء الله المرة الجاية نكلم مع تالت درس من دروس الوحدة الأولى نعمل فيه مراجعة شاملة عن محمد علي وليا على مصر استنونا في المرة الجاية ان شاء الله ومحمد علي وليا على مصر مع كيرو دار والسلام عليكم اشتركوا في القناة